في رباط إلى يوم القيامة فأنا شايف أن احنا عندنا رباط الحدود المكانية ورباط الحدود المجتمعية احنا عندنا في مجتمعنا في حدود لازم نربط عليها حدود قدام حدود مش هتسمح بالسيولة الدينية حدود مش هتسمح بالسيولة الأخلاقية حدود مش هتسمح بالسيولة الفكرية احنا مش هنسمح أن حياتنا تتماد فيها هذه السيولة فلما تحصل السيولة يتخطف أولادنا يتخطف أولادنا للسيولة الدينية مع الإلحاد يتخطف أولادنا مع السيولة الأخلاقية مع الشذوس السيولة الدينية كمان تطلع عنها تطرف لا كل واحد فيكم لازم يتعلم أنه هو مرابط احنا عندنا حاجة اسمها الجندية المجتمعية فمجتمعنا جنود وفي جنود المجتمع فاحنا لازم نفهم كده لازم أولادنا يفهموا كده فإذا كان ابننا بيقول لا 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 أنا مش عايز الناس تحس أن أنا النهاردة جاي عشان أعمل حاجة ضخط أنا بقولكم نحن مش هتكلم على أن إحنا في حرب لكن إحنا بنتكلم على أن إحنا جنود فاتكلم على أن إحنا أكتوبر السنة دي مختلف فاتكلم على أن إحنا جيدا